أعزائي من جبل الزيتون أريد أن أتحدث عن دخول المسيح الظافر إلى أور شليم نحن نعلم أن المسيح يسوع كان يجول يصنع خيرا ويشفي جميع المتصلة عليهم إبليس كان يشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب كان يعلم بالمجامع ويكرز أيضا ببشارة الملكوت كان يخرج الأرواح الشريرة فكانت خدمة المسيح منحصرة أكثرها في منطقة الجليل وبالتحديد حول بحيرة طبرية لكنه كان يذهب كل عام ليعيد عيد الفصح هنا في أور شليم وطبعا ذهب وحضر بعض الأعياد الأخرى كما نقرأ عنه في الأنجيل المقدسة لكن ذهابوا ومجيئوا إلى هذا الفصح كان وضع خاص جدا لأنه الفصح الأخير جاء ليكون فصحا لنا جاء طبعا من منطقة أريحة خلص زكا ولمس بارتماوس وشفاء من العمى الروحي والعمى الجسدي ثم جاءوا إلى منطقة جبل الزيتون وبالتحديد عند منطقة بيت فاجة جاء لكي يدخل أور شليم كملك فالبشير متى يتحدث عن المسيح الملك المسية المنتظر ابن داود الذي تمت فيه نبوات العهد القديم دخول المسيح كملك وتطهير الهيكل وغيرته ككاهن وقاضي وطبعا كدخل أور شليم ليس فقط كنبي لكن عرفه واستعلن كنبي أيضا وأصبح الحمل لأنه قدم نفسه خلاصا وفداء لكل البشر اشتركوا في القناة